الفضاء القمر والنجوم سأتعلم في هذا الدرس أن القمر جسم سخري يشبه الكرة ويدور حول الأرض سأتعلم أن القمر له أوجه مختلفة وأن النجوم أجسام مضيئة بعيدة جدا ماذا أرى في السماء؟ أستكشف أشياء أحتاج إليها ورقة المقوى قلم رصاص صور للسماء صمخ أنا أعمل أحذر مجموعة من الصور تمثل السماء في الليل والنهار ألاحظ ماذا أرى في هذه الصور؟ أصنف أحذر الصور التي تمثل الليل عن الصور التي تمثل النهار وألسقها على الجهة اليمنى من ورق المقوى وألسق الصور التي تمثل النهار على الجهة اليسرى من الورق أسجل البيانات أكتب أسماء الأشياء التي شاهدتها في السماء في الجدول الآتي ماذا أرى في السماء في أثناء النهار؟ وماذا أرى في السماء في أثناء الليل؟ سترى في السماء في أثناء النهار الشمس وسترى في السماء في أثناء الليل النجوم والقمر ما القمر؟ عندما أنظر إلى السماء ليلا فإنني أرى القمر وأجسام أخرى لامعة وكل جسم أشاهده في السماء يسمى الجرم من الأجرام التي نراها في السماء القمر والقمر جرم سخري يشبه الكرة يدور حول الأرض مرة واحدة كل شهر تقريبا والقمر يبدو منيرا لأنه يعكس لوء الشمس الذي يسقط عليه مثل المرآة القمر يدور حول الأرض وفي أثناء تورانه يتغير شكله المنير الذي نراه إذن للقمر أوجه مختلفة ما أوجه القمر في السماء؟ عندما أنظر إلى السماء ليلا أرى شكل القمر يتغير من ليلة إلى أخرى بسبب دوران القمر حول الأرض مرة كل شهر لذلك يبدو القمر في السماء بأشكال مختلفة تسمى هذه الأشكال بأوجه القمر ومن أوجه القمر البدر والهلال أي الأوجه يكون فيها القمر مكتملا؟ يكون القمر مكتملا عندما يكون بدرا ما النجوم؟ أرى في سماء الليل نجوما كثيرا لامعة لا أستطيع عدها والنجوم التي أراها يصدر عنها ضوء مثل ضوء الشمس والنجم جرم مضيء بذاته وتبدو النجوم صغيرة لأنها بعيدة جدا الشمس أقرب النجوم إلى الأرض لذلك تبدو أكبر من باقي النجوم وضوءها يمنعنا من رؤية النجوم في النهار إذن النجوم تضيء من ذاتها وتبدو النجوم صغيرة لأنها بعيدة لكنها في الحقيقة كبيرة جدا الشمس أقرب النجوم إلى الأرض لذلك نشاهدها كبيرة وضوءها يمنعنا من رؤية النجوم في النهار لماذا تختفي النجوم في النهار من السماء؟ تختفي النجوم في النهار من السماء لأن ضوء الشمس القوي يمنعنا من رؤيتها